ما أنحطت الطائرة التي تقل الوفد الفلسطيني القادمة من قمة العقبة في رمالة حتى اشتعلت الأرض في نابلس المستوطنون بالمئات يهاجمون القرى والبلدات الفلسطينية قتلوا شاباً فلسطينياً وأصابوا العشرات بجروح أحرقوا عشرات المنازل والسيارات إن شاء الله يا شباب إن شاء الله طلعا شوفوا شوفوا هجوم المستوطنين غذته تصريحات لوزراء في حكومة نيتنياهو وزير المالية والمسؤول عن إدارة شؤون الاحتلال في الضفة سموتريتش علق بالإعجاب على تغريدة لرئيس مجلس المستوطنات في الشمال والذي يطالب بحرق مزيد من القرى الفلسطينية أما بن جفير فقال إن ما حدث في قمة العقبة سيبقى في العقبة وتوجه لدعم مجموعة من المستوطنين أعادوا بناء بؤرة استيطانية جنوب نابلس فيما طالب نيتنياهو المستوطنين بعدم أخذ الثأر من عملية حوارة التي أدت لمقتل اثنين من المستوطنين بأيديهم وأن الجيش النظامي هو من سيفعل ذلك الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن تقوم حاليا بملاحقة القاتل سوف نعثر عليه ونقبض عليه ونصف الحساب معه أطلب منكم حتى عندما يكون الدم فائرا والغضب كبيرا ألا تأخذ القانون بأيديكم اتركوا الجيش وقوى الأمن تقوم بعملها السلطة الفلسطينية في موقف محرج للغاية فهي التي توجهت لقمة العقبة للاجتماع مع وفد إسرائيلي لبحث سبل التهدئة رغم الانتقادات الشعبية والسياسية المحلية وجدت نفسها تطلق قنابل الغاز على مجموعة من المتظاهرين في نابلس حاولوا إحراق مكان يعتبره اليهود مقدسا كما أنها تعجز عن توفير الحماية لمواطنيها الذين يتعرضون لاعتداءات المستوطنين نتائج قمة العقبة السياسية والأمنية تصطدم بواقع معقد إسرائيل منقسمة بين مجتمع مدني في تل أبيب يتظاهر لإصلاحات قضائية ودولة مستوطنين في الضفة الغربية يقودها وزراء متطرفون أما الفلسطينيون فينقسمون بين سلطة تحاول تغليب الحكمة السياسية والتماشي مع الإرادة الأمريكية وشارع يخوض مواجهة يومية مع المستوطنين والجيش الإسرائيلي نتائجها دماء عبد الحفيظ جعوان العربية الأراضي الفلسطينية